مرحبا اعزائي اولياء الامور مع موقع نزاكر النهاردة هنكمل فيه الاعداد العشرية لكن مع درس جديد وهو المقارنة بين عددين عشريين يعني ايه مقارنة? يعني تقول لي هل رقم اكبر من رقم ولا اصغر منه? لو قلت لك كبداية كده عايزك تحطي لي رقم اكبر من الواحد لكن في نفس الوقت اقل من الثلاثة العلامة دي هي علامة اكبر من والعلامة دي هي علامة اقل من ايه العدد اللي ممكن يكون اكبر من الواحد واقل من الثلاثة? اعتقد واضح جدا انه هو العدد اتنين فهنقول هنا انه هو اتنين لكن في السؤال اللي بعده لو قلت لك حطي لي رقم اكبر من الواحد وفي نفس الوقت اقل من الاتنين لو فكرت فيها هتلاقي ما فيش عدد صحيح بين الواحد والاثنين لان واحد بنقول على طول بعدها اثنين في الوقت ده هنلجأ للأعداد العشرية وهنحط رقم عشري بحيث يكون اكبر من الواحد واقل من الاثنين الرقم ده ممكن يكون مثلا واحد وخمسة من عشرة احنا عارفين ان واحد وخمسة من عشرة اكبر من الواحد ده بالخمسة من عشرة دول واقل من الاثنين بخمسة من عشرة برضه ممكن حد تاني يقول طيب انا هقول واحد مثلا واربعة من عشر طبعا صح الواحد والاربعة من عشرة اكبر من الواحد وفي نفس الوقت اقل من الاتنين يبقى انت هنا تقدر تحط اي رقم بين الواحد والاثنين بس لازم يكون الجزء الصحيح بتاعه واحد لكن الجزء العشري تقدر تحط اي حاجة نروح للسؤال اللي بعده بيقول لي حطلي عدد يكون بين السبعتاشر واحد من عشرة والسبعتاشر واثنين من عشر دلوقتي هو اكبرني ان انا احط عدد واحط فيه اجزاء من المية كمان ليه لان سبعتاشر واحد من عشرة ده عدد فيه واحد من عشرة لكن العدد اللي بعده فيه اتنين من عشر مش هقدر اقول زي السؤال اللي قبله اللي هو سبعتاشر واربعة من عشرة مثلا لان سبعتاشر واربعة من عشرة اكبر من ده دلوقتي لازم ازود جزء من مية كمان يعني العدد ده انا هتخيله سبعتاشر وعشرة من مية في الاجزاء العشرية ينفع زود صفر على اليمين عادي والعدد ده ممكن اقوله 17 و 20 من 100 دلوقتي افكر في الجزء العشرة والعشرين ممكن اعمل ايه اجيب رقم بين العشرة والعشرين لكن انا بفكر والعشرة والعشرين دول على اساس ان هما اجزاء من 100 العدد اللي موجود بين 10 و 20 ممكن نحط مثلا 15 15 يبقى العدد بتاعي هو 17 و 15 من 100 فعلا 17 و 15 من 100 اكبر من 17 و 10 من 100 واقل من 17 و 20 من 100 نروح للسؤال الوراء بيقول لي عايز عدد يكون بين الى 54 و 53 من 100 و 54 و 54 من 100 نفكر هل ينفع اقول مثلا 4 و 55 من 100 لا ما ينفع سلا 4 و 55 من 100 هي بالفعل اكبر من الرقم ده انا عايز الرقم يكون اقل من الرقم ده يبقى دلوقتي انا اضطر نزود خانة كمان يبقى نزود صفر هنا ونزود صفر هنا انا عايز عدد يكون بين الى 4 و 530 من 1000 لان ما دول 3 ارقام وزي ما قلنا برضو بنكرر تاني ان احنا ينفع نزود صفر على اليمين في الجزء العشري زي ما بننفع نزود صفر على الشمال في الجزء الصحيح والعدد في نفس الوقت اقل من 4 و 540 من 1000 ممكن نزود اي عدد ننفع نقول 4 و 5 3 نحط اي رقم هنا ممكن نحط 2 يبقى 4 و 532 من 1000 ممكن نقول 4 و 537 من 1000 اي رقم اهم حاجة يكون ال37 دي اقل من ال40 وفي نفس الوقت اكبر من ال30 ده نوع من الاسئلة لنوع تاني من الاسئلة ان هو يقول لي ضع العلامة المناسبة اكبر من او اصغر من في المربع اللي بين العددين دول انا هنا عندي عدد تلاتة وتسعمية تسعة وتسعين من الف والعدد التاني اربعة واحد من عشر ان هي اكبر هل الرقم ده عشان فيه اربعة ساعات كده وربعة ولا الرقم ده اللي هو فيه واحد من عشرة بس اول حاجة بنبص عليها هي بنبص على الجزء الصحيح لو الجزء الصحيح هنا اكبر من الجزء الصحيح هنا يبقى على طول العدد اللي فيه جزء صحيح اكبر يبقى هو العدد الاكبر هنا عندي الاربعة اكبر من التلاتة هيبقى على طول الاربعة واحد من عشرة اكبر من التلاتة وتسعة وتسعين من الف او تفكر فيها بشكل تاني التلاتة ويه تسعمية تسعة وتسعين من الف دي رقم اقل من الاربعة ولسه ما وصلش الاربعة. هو اقل من الاربعة بشوية لسه. لكن الاربعة واحد من عشرة هي رقم اكبر من الاربعة بواحد من عشرة. لكن ده لسه اقل من الاربعة. ما وصلش الاربعة. يبقى على طول الاربعة واحد من عشرة اقبل. في السؤال اللي بعده لو قلنا اربعة وخمسة وعشرين من مية هي اكبر ولا اقل من اربعة وستة وعشرين من مية? اول حاجة زي ما قلنا نبص على الجزء الصحيح. هنا الجزء الصحيح هو هو الجزء الصحيح بالزبط. يبقى نروح للرقم اللي بعد العلامة العشرة على طول. اللي هو الاجزاء من عشرة. هنا اتنين وهنا اتنين. يبقى لسه دلحد دلوقتي قد بعض. نروح للرقم اللي بعديه على طول هنا خمسة وهنا ستة. يبقى الرقم اللي فيه ستة ده هو الاكبر. ده كان فيديو النهاردة. لو عجبكم الدرس اعملوا لايك وشير لصفحة نزاكر. لو عندوك اقتراحات للفيديوهات الجاية تقدروا طبعتها شكرا لكم وشوفكم الفيديوهات الجاية.